وبالعودة للخبر الأبرز حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستلاء والتعدي عليها سعيا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديا وتنمويا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين عقد السيد رئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ والسيدة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب فضلا عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد وسبل التغلب عليها وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستلاء والتعدي عليها سعيا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديا وتنمويا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب ترجمة نانسي قنقر